الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع إن شاء الله يكون قصير وواضح بإذن الله تعالى لكم جميعا كيف نختبر وجود الارتباط الذاتي وأهمية الإحصائية فلدينا البيانات الآتي الآن لدينا البيانات عن المتغير المستقل X sub T طبعا مع الزمن تبدأ ب7 فتنخفضها 6 ثم 5 ثم ترتفع وهكذا حتى ننتهي ب140 المتغير التابع فهو يبدأ ب8.5 ثم ينخفض 8.7 وهكذا إلى أن ينتهي بسالب 1.9 إذن لدينا الآن بيانات يبدو من هذه البيانات لأن العلاقة عكسية الآن بين المتغير المستقل والمتغير التابع حتى نتمكن من حساب أول شيء الارتباط الذاتي واختبار أهمية الإحصائية نذهب إلى data طبعا نستخدم الـ Excel هنا فdata ثم نذهب إلى data analysis ونختار من القائم الموجودة في هذا المربع هنا أو هذا الصندوق regression نضغط على regression وثم نضغط على هذا الـ OK هنا بسألني بعض الخيارات هنا في هذا الآن المربع أو المستطيل يسأل عن input range تبع Y الآن بدي أضعه بما فيه اسم المتغير label يعني إذن بضغط على label الآن وأختار الآن كل هذه الخانات من Y صبتي إلى سالب 1 9 2 أخلصنا الآن من اللي هو المتغير التابع الآن متغير المستقل نضعه كذلك الأمر بما فيه اسم المتغير حتى يعني نسحب حتى آخر خانة 140 الآن سأختار أنه يحسب لي ما يسمى بالبواقي the residuals هذه the residuals كذلك الأمر أن يعطيني رسم بياني أو تمثيل بياني the residuals اللي هي بواقي البواقي الناتجي من التقدير طبعا التقدير إذا بتلاحظه هنا هو يعني العلاقة اخترتها أنا خطية Y صبتي تساوي A زائد B في X صبتي زائد الأرر هنا الآن سنقدر A ب A hat و B في B hat من خلال نموذج الأكسل هنا وبعد ما أنتهي من يعني وضع الإشارات على الأشياء اللي بحتاجها أنا هنا طبعا label واسم المتغير ثم أنه بحتاج إلى البواقي ثم أنه يعطينا رسم بيانية الآن انتهيت من كل شيء أضغط على OK فبعطيني الآن النتائج لاحظوا لي هنا فتح صفحة جديدة هو بالإكسل الآن هذه النتائج أول شيء هنا الرسكوير أو معامل التحديد فاصلة سبعة ثمانية ثمانية تقريبا يعني العلاقة قوية وهنا إذا بتلاحظوا أنه النقطة التقاطع فاصلة عفوا ستة فاصل سبعة سبعة ستة تقريبا ستة فاصل سبعة ثمانية والخطأ المعياري منخفر والتي باليو قيمة التي باليو مرتفعة جدا نسبيا فبتقول لي أنه لها أهمية إحصائية كذلك الأمر معامل المتغير المستقل هنا سالب فاصلة سفر سبعة ستة واحد الخطأ المعياري دعنا أوسع هذه الخانة هنا فالخطأ المعياري فاصلة سفر سبعة ثمانية يعني إذا قسمنا المعلمة على خطأ المعياري تعطي لي قيمة التي باليو هنا خلني أوسع هذه الخانة فالتي باليو كذا كأمر مرتفع ما يعني الآن بأن العلاقة قوية بين المتغيرين بالنسبة للبواقي هاي الآن الشكل بين البواقي الآن لو بدي أميز البواقي هاي أذهب إلى إنسر ثم شيبس وأختار هذا القلم هنا وأبين لاحظوا لي هذه البواقي الآن بواقي التقدير لاحظوا لي هكذا 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 يمكن أني أميزها الآن بأعطيها خط أحمر مثلا ثم أرفع سمكها إلى هذا المقدار فبعطيني الآن هذا الشكل البواقي لاحظوا لي كانت فوق الصفر بعض المشاهدات ثم الخفضت ثم ارتفعت ما يعني الآن هناك يعني دليل بسيط على أنه هناك ارتباطاتي لكن كيف نتأكد من هذا الكلام باجي الآن آتي على هذه الخانات هنا ارزجي ولده البواقي بنسخ هذه من أولها إلى آخرها بظللها ثم كنترول كابي هاي عملت الكابي برجع على الصفحة الأولى في بعض هذه وأضع البواقي هنا أضع البواقي هذه البواقي التي نسختها من صفحة النتائج الآن هذه البواقي سأستغلها بحساب ما يسمى بالارتباط الذاتي حتى نحسب بالارتباط الذاتي يجب أن يكون لدينا عمودين من البواقي أبدأ الآن بـ ET حيث تبدأ من المشاهد الثاني هنا حتى الأخير بعملها الآن كنترول بعد ما ضللها كنترول كابي وأضحها هنا كما تشاهدون أحبتي وأبدأ الآن بالنسبة لـ ET أي سبتيتة ناقص واحد هنا أبدأ من هنا وأسحبها إلى ما قبل يعني قبل الخان الأخير بوحدة واحدة أو بمشاهدة واحدة بعملها كنترول كابي وأضحها هنا هذه الآن حتى أوضح دعني أسحب هذه الصورة هنا إذن هذه الآن عندي معلومات أو بيانات يمكن استغلالها في حساب الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية آتي الآن إلى هذه الخانة وأضع الأمر التالي أمر اللي هو يعني من أوامر اللي بيقبلها الإكسل تساوي كوريل لاحظ اللي هون كوريل يعني لو ضغط مرتين بعطين إياه هنا بفتح قوس عفوا هو فتح لي قوس أصلا بختار هاي الآن الخانات هنا بعد ما اخترتها بضع فاصلة ثم الآن أضل اللي هو العمود الثاني وأولق القوس الآن وأضغط انتر عفوا يبدو إن في غلط هنا فنتأكد منه أعيد الآن حساب بعد إذنكم تساوي كوريل نفتح قوس أوكي بين هذه الخانات هنا ضللت كلها هاي الأرين الأول يعني فاصلة ثم الآن هذه الخانات أغلق القوس أضغط انتر طلع عندي الآن الكوريلاتشن هذه القيمة اللي هو فاصل سبعة ثمانية ثلاث واحد اثنين وهو نسبيا عالي الآن هذه الكوريلاتشن أستخدم الآن إن شاء الله ما يسمى بإحصائية دوربين واتسون هناك أكثر من طريقة لكن طريقة الإبتدائية أو يعني طريقة رف نسميها نحن باللغة الإنجليزية أو إبتدائية ليست دقيقة كتير كتير لكن إذا كان حجم العينة مقول إلا حد كافي بتكون دقيقة فهذه الإحصائية دوربين واتسون بتساوي ثنين في واحد ناقص روهات الآن أذهب إلى الآل الحاسبة كما تلاحظون هنا وبقول الآن ثنين ضرب نفتح قوس واحد ناقص الروهات لاحظوني هنا فاصلة سبعة ثمانية ثلاث واحد اثنين بكفي هذه الخانات أولق القوس وبقول له ساوي بيطلع عندي بوينت هذه الآن قيمة دوربين واتسون اثنين في واحد ناقص روهات بضللها وبعمل copy وبقول باجي هنا الآن بحط هذه القيمة هنا هذه الآن قيمة دوربين واتسون دوربين واتسون الآن كيف نختبر انه والله هذا المعامل ارتباط هذا له اهمية احصائية أي بمعنى لدينا ارتباط بشكل ما آتي على هذه الآن التوضيح البياني إذا كانت قيمة دوربين واتسون هذه القيمة وقعت بين صفر وما يسمى بالDL هنا سأشرحها فبكون في عند ارتباط ذاتي موجب إذا وقعت بين أربعة ناقص دي أل د بتكون غير محدد لا نستطيع نستنتج وجود او عدم وجود ارتباط ذاتي وبهذه المنطقة كذلك الامر اذا كانت بين دي يو وأربعة ناقص دي يو بكون عندي لا يوجد ارتباط ذاتي لكن ما هي الديو ديال هنا في الجداول التي أعدها العالمان دوربن وواتسون لدينا الآن عدد المتغيرات المستقلة التي استخدمناها في التقدير تبدأ من واحد وتنتهي بعشرة لأنه بعد العشرة بصير عندك النموذج القياسي الذي تستخدمه بيكون معقد لدرجة صعب أنك تفسره زائد ليس هناك نموذج عملي يتكون من عشرة متغيرات مستقلة في هذا المثال الذي استخدمناه هنا X sub T و Y T لاحظة فقط هناك متغير مستقل واحد اسمه X T وبالتالي K في هذه الحالة هو واحد ممكن يكون اثنين ثلاثة أربعة لكن في هذا المثال تحديدا الكي تساوي واحد صحيح أن بالحالة هذه هو عدد يعني تمثل الرمز أن يمثل عدد المشاهدات التي استخدمناها بالتقدير لاحظوا أحبتي هنا هناك خمسة عشر زوجا مرتبا وبالتالي أذهب إلى الخمسة عشر الآن هل القيمة الآن التي حسبناها وقعت طبعا هنا نحظر أرجع على الجدول هذه الآن قيمة عليا وقيمة عفوا قيمة الدنيا هذه فاصل 610 خلينا أستخدم السهم بعد إذنكم هنا هذه القيمة هي DL اللي هي القيمة الدنيا من جدول دوربين واتسون والواحد فاصلة أربعة هاي القيمة العليا الأبرلمت فهاي DL وهي DU هاي DL وهي DU هاي DL دي يو لمتغيرين مستقلين إذا كان في عنا ثلاثة متغيرات مستقلة مقابل ثمن مشاهدات أو ثمن يعني حجم العينة أو السلسة ثمانية فهاي الآن DL دي يو DL دي يو DL دي يو بما أنه الآن استخدمنا فقط متغير مستقل واحد وهو XT نذهب الآن إلى خمسة عشر مشاهدة ونستكشف من هذه المشاهدات أنه هل قيمة دوربين واتسون هذه وقعت بين الصفر والDL لاحظوا للDL هنا مقابل خمسة واحد فاصلة صفر سبعة سبعة لأن الآن أربعة الآن فاصلة أربعة ثلاث ثلاث سبعة ستة أقل من هذه القيمة لكنها أكبر من صفر يعني بمعنى آخر أن القيمة التي حسبناها لدوربين واتسون هذه وقعت في هذا الرينج أحبتي هذا الآن وقعت هنا بين الصفر والDL نحظوا لي هنا خمسة عشر مشاهدة أو خمسة عشر زلاج مرتبا فأتت الآن هذه القيمة فاصلة أربعة ثلاث ثلاث سبعة ستة بين الصفر والDL لأنه الآن الصفر أقل من واحد فاصلة واحد فاصلة صفر سبعة سبعة والDL هي واحد فاصلة صفر سبعة سبعة وهذه القيمة الآن هذه القيمة أتت في هذا الرينج هنا أو المدى هنا بين صفر والDL ما يعني الآن بأن هناك ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائي بناء على اختبار دوربين واتسون بهذه الطريقة الابتدائية أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن أكون قد قدمت لكم الفائد المرجوة منه وإن شاء الله في المقطع القادم سأبين كيف نعالج مشكلة الارتباط الذاتي لأنني ذكرت في المحاضرات في مقاطع سابقة بأن الآن وجود الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية بين البواقي يؤدي إلى انخفاض كفاءة المقدرات يعني ليس بتكون محل ثقة كما ينبغي وإلى لقاء أخي قد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر